السلام عليكم الاسم باصل محمد انوان التقرير الاختلاف بين المعالج 80-85 و 80-86 اكمل ما بتاوزميلي منتظر كاظم تحت اشراف الدكتور احمد ستار الحسيني الفرق بين 80-85 و 80-86 كلهما هم معالجان رئيسيان صممتهم انتل ومع ذلك فان حجم الاختلاف الحاسم بينه هو وان المعالج 80-85 و 8 بت بينهما 80-86 و 16 بت يمكن اجراء العملية على بيانة 16 بت في دورة واحدة توجد العديد من العوامل الاخرى التي تخلق اختلافات كبيرة بين المعالج الدقيق 80-85 و 86 فنحن سنناقش بهذا سنناقش بهذا التقرير مخطط المقارنة والتعريف والاختلافات الرئيسية واخيرا الخلاص نبتة مخطط المقارنة اولا نوع المعالج الدقيق 8 بت 16 بت حجم ناقل البيانات 8 بت 16 بت حجم ناقل العنوان 16 بت بينهما 86 و 20 بت الذاكرة المدعومة 64 كيلو بت بالنسبة ال 85 اما ال 86 و 1 ميجا بيكسن التردد التشغيل 3 ميجا بينما 5 ميجا عدد الاعلام الموجودة 5 بينهم 86 و 9 عدد الترانزيسترات 6500 اقل اقل حوالي 6500 بينما 88 حوالي 29 ألف وضع التشغيل واحد فقط بينهم 86 هو 2 خطوط الانابيب 85 غير مدعوم بينما 86 محتمل الكلفة 85 منخفض بينما 86 مرتبع نسبيا تجزئة الذاكرة غير مدعوم محتمل قائمة تظهر التعليمات غائب هنا حاضر وضع التوجه 5 بينما 86 تجزئة الآن نأتي لتعريف 80-85 80-85 هو معالج دقيق 8 بيت قادر على لداء عملية 8 بيت في دورة واحدة في الأساس تم تمسميته بذلك لأن حجم الـ ALU هو 8 بيت يوفر حجم ناقل 8 بيت مع ناقل عنوان 16 بيت وبالتالي فإن مساحة الذاكرة المسموح بالوصول إليها هي 64 كيلو بايت وبشكل أكثر تحديد أن يمكن أن نقول ذلك مثل بايت واحد من البيانات من البيانات مخزونة في موقع ذاكرة وبالتالي يمكن تخزين 64 كيلو بايت من البيانات يجمع بواسطة معالج 80-85 وحدة الحساب والمنطقة للمعالج 80-85 قادرة على إجراء عملية مثل الطرح والجمع والمقارنة والتكمير والزيادة والأنقاص والإزاحة والآند والأور والأكس أو أنه معارج قائم على المركب هذا يعني أن البيانات أثناء العملية الموجودة فيها سجلات المجمع والمواقع أيضا يتم تخزين ناتج العملية فيها المجمع ووفقا للناتج الذي تم إنشاؤه يتم تعيين الأعلام وعادة تعيينها يقوم بتنفيذ البرنامج في ثلاثة مراحل وهي الجلب وفاك التشفير والتنفيذ أولا يتم جلب المعلومات من الذاكرة ثم يتم تخزينها في سجل التعليمات وبعد ذلك يهتم فاك التعليمات بواسطة وحدة بدات فاك التشفير ويهتم إنتاج إشارة تحكم الخاصة بالتوقيت وفقا للإشارة المستعملة لتقوم محدة المعارج المركزية في العملية المرغبة وتخزين النتيجة في المجمع وبالتالي تقوم بتعيين سجل العلم والآن نأتي لتعريف 80-86 هو معالج دقيق 16 بيت مصمم لعدات تنفيذ أكثر من بيانات 16 بيت في دورة واحدة السبب براء كونه معالج دقيق 16 بيت هو حجم الـ ALU الخاص به حجم ناقل البيانات في حالة معالج دقيق 86 بيت هو 16 بيت وحجم ناقل العنوان 20 بيت لذلك موقع ذاكرة النسبوع بها الذي يقدمه 86 بيت هو 1 ميجا هردن العفو واحد ميجا بيت إلى جانب العملية التي يقوم بها وحدة المعالج المركزية للمعالج دقيق 85 يمكن للوحدة الحسابية والمتقية للمعالج دقيق 86 أيضاً إجراء عمليات الضروبة القسمة 86 له وحدتان تشغيل منفصلتان بشكل مستقل وحدة واجهة الحافلات البيا ايو ووحدة التنفيذ أي أن البيا ايو مسؤولة على جلب التعليمات من الذاكرة أو جهاز الأدخال والإخراج وينفذ وينفذ التعليمات الكاملة الموجودة في قائمة في قامة في قامة انتظار التعليمات يعمل وجود قائمة انتظار التعليمات في 86 كعامل مفيد بالمقارنة مع المعالج الدقيق 85 هذا لأنه بمساعدة قائمة التعليمات يمكن تخزين في قائمة انتظار الجدب المسبق للتعليمات 6 بايت يؤتي هذا بطريقة المال إلى تقليل وقت تنفيذ التعليمات وبالتالي تقليل الكفاءة الكليا للنظام بالإضافة إلى نظام متعدد المعالج الدات والتالي يوجد وضعان للتشغيل الوضع الأدنى والحد الأقصى في حالة وجود نظام معالد واحد فإنه يعمل في الوضع الأدنى بينما بالنسبة للمعالجات المتعددة يعمل 88 86 في الوضع الأقصى والآن نأتي إلى الاختلافات الرئيسية بين 85 و 86 أولا يحدد حجم ناقل البيانات مقتر البيانات التي يمكن تجربها بواسط ناقل البيانات في دورة واحد حجم ناقل البيانات في حالة المعالج الدقيق 85 هو 8 بيت بينما المعالج 86 هو 16 بيت ثانيا حجم ناقل العنوان في حالة المعالج الدقيق 85 هو 16 بيت بينما في حالة المعالج دقيق 86 يكون حجمه 20 بيت 3 ساعة عنوانة التذاكرة 85 هي 216 أي 64 كيلو بايت على الأكس من ذلك تبلغ ساعة التذاكرة معالج 86 222 أي واحد ميجا بايت يعمل يعمل 8580 بتردد حوالي 3 ميجا هرتز في حين تردد تشغيل 86 هو 5 ميجا هرتز فإن أصدار المتقدم من المعالج 86 يعمل أيضا بتردد حوالي 8 أو 10 ميجا هرتز خامسا 80 85 معالج يتكون من عدد أقل من الترانسترات في هيكل في حين 86 يحتوي نسبيا على عدد جدا كبير من المعالجات فيه سادسا 80 85 يدعم وضع تشغيل واحد بينها 86 يدعم وضع تشغيل الحد الأعلى والأدنى 7 يوجد إجمال 5 أي علامة صفر وحمل إضافي تكافر وعلم حمل في 80 85 معالج دقيق مقابل 9 أعلام على سبيل المثال تجاوز اتجاه المقاطعة وبقية 80 85 أخرى موجودة في 86 معالج دقيق 80 85 هو معالج دقيق يتكون معالج واحد بالعكس من 86 وهو تكون معالج عدة معالجات 9 خطوط الأنابيب غير مدعومة بالنسبة 80 85 في حين الأنابيب مدعومة في معالج 86 عاشرا قائمة انتظار التعليمات غائبة في 80 85 بينما يتم دعم قائمة انتظار بواسطة 86 داعش لا يدعم 80 85 تجاوز ذاكرة بينما يدعمه المعالج 86 12 85 هو معالج تراكم على 86 هو نوع سجل الأغراض العامة وخيرا القاتمة نظرا للهندسة المعمارية المنتقدمة ولمزيد من المميزات التي يمكن توفيرها فإن 86 80 هو أغلى من 80 85 أغلى من 90 نقطة